استقبل صاحب السمو وشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مجلس الشندغة بدبي مساء أمس أصحاب الفضيل العلماء والوعاد والمقرئين الأجلاء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وضيوف جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم وعضاء لجنة التحكيم ورئيس وعضاء اللجنة العليا المنظمة للجائزة وقد أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم عن ترحيبه بأصحاب الفضيلة العلماء وتبادل سموه معهم التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان المبارك وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله تحافظ على نهج الوسطية والاعتدال والتسامح وتسعى دائما إلى نشر أسباب المحبة والتسامح كي يسود السلام والتراحم كافة ربوع المعمورة لافتا سموه إلى أهمية اتباع خطاب معتدل يسهم في تفعيل ثقافة الحوار وبناء جسور المحبة والتعاون بين الأمم والشعوب وخلال اللقاء استمع صاحب السمو إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها أمام سموه اثنان من المتسابقين في مسابقة دبي دولي للقرآن الكريم وهما محمد يمين باتيل من المملكة المتحدة والحاج شيخ جاه من السنغال إلى ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم فضيلة الشيخ إبراهيم بن الأخضر بن علي القيم الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية ضمن الدورة الخامسة والعشرين من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم كما هنأ اسموه العشر الأوائل في المسابقة متمنيا لهم جميعا التوفيق في خدمة كتاب الله والمساهمة في التشجيع على حفظ القرآن الكريم وفي ختام اللقاء التقطت لسموه والمتسابقين العشر الأوائل في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم والشخصية الإسلامية للدورة الخامسة والعشرين للمسابقة الصور التذكارية